اشتركوا في القناة وعائلتي الغالية اللي ما ليغنى عنكم اليوم راح يكون وياكم ان شاء الله روتين طويل عريض فحبيت اشاركه وياكم ان انا اني مسوية طرشانة وليكون مسويتها وياكم الفيديو مسبق ما حبيت اطلع الخطوات حتى ليكون روتين ممل واليوم دا اسوي شنو كبة حامض شلغم بس راح اشوفكم الخطوات مال كبة حامض شلغم ليكون اني مسويتها بالقناة وياكم وايضا شنو راح نطلعوا اياكم العشا فخليكم ويايا اللي حاب يتابع الفيديو فخلي بقوا ويايا للاخير حتى يشوف كل التفاصيل المشوقة اللي اليوم اللي راح نسويها فاني ارحب بالجميع وشكرا لمتابعتكم ايلي واحب ارحب بكل البنات الجدد اللي يشتركوا بقناتي واللي اساسا هم عائلتي واللي متواجدين ويايا خطوة بخطوة من اول بداية بالقناة حبيبات قلبي لا تنسوني اللايك اتخلو لي وخلونا نبلش بالفيديو مالتنا وراح نخلي الجدر على النار مؤكيد شنو راح نبدي باول خطوة هي حبتين او ثلاث قطع من البصل راح اقطعهم واضيفهم اول شي بجدر على مود احمسهم واليوم القصة مالتنا تحتي عن شنو تحتي عن قهر الرجال اي نعم قهر الرجال كيف ينغم قهر الرجال لكون اول مرة يدزلي شخص يعني رجل ويريد اطرح الموضوع مالتك كقصة بقناتي يعني احنا المتعارفة عليه دائما النساء هما المظلومات او العمهية اللي تأذي تشنتها او يعني هي اللي بناية تطلع انه مأذي عمتها والى اخره هاي كلكم تعرفون هذا روتين الحياة بس للمرة القصة مختلفة تماما والقصة تخص رجل اي نعم تخص رجل جبروت النساء هو اللي دمره طبعا انا ما اقصد النساء احنا الشفافات اللي قلبنا رقيق لا اكو غير غير بنات يعني للاسف انه يقعون بمطبات للاسف وضحية يكون منه يكون الزوج القصة تقول القصة طبعا هي تخص شخص من أهل الخليج والقصة مالتة معروفة يعني بالنسبة إلى ديقول أهل الديرة يعني أهلها معارفة أنه يعرفون بهاي القصة في المكان مالتة يعني إذا كان أحد يتابع من الخليج أكيد رح يعرف منه هذا الشخص اللي يعني إذا أطرح الموضوع مالتة أي نعم فهذا الشخص أنه هو يعني رب العالمين أنفضل عليه وكارما وأموراته كلها زينة فمن حبه لزوجته قرر أن يكتب كل شيء باسم زوجته عنده مطعم كبير وبصف المطعم عنده سوبر ماركت حلالة الرجال فحب أنه يكتبه باسم زوجته لكون تعرفون أنتو الزوج مائلة غير عائلته يعني زوجته وأطفاله والمرأة أيضا المفروض ما لها غير زوجها وأطفالها يعني والله أنا دا تعجب من هاي الحياة يعني يعني هي شي شخص ذهب ما موجود نادر وجوده بس خطية وقعها بمطاب كبير فسجل كل شيء باسم زوجته لكون يحبها كل شيء هو يعلموها وبعد فترة يقول الموظفين اللي يشتغلون عنده كان يعني الكادر مالته متنوع الكادر كان عنده من مصر فولد كان كل الشاطر فعينه المدير بالسوبر ماركت يقول زوجتي دائما تتردد يعني تاخذ أغراضه من السوبر ماركت هي صاحبة العلاقة يعني كل شيء باسمها أنا مسوي فدائما تجي علي أو تاخذ بعض الشغلات للبيت المهم يقول فكنت أشوف أنه زوجتي بعض الأحيان تحتي ويا المدير اللي أنا معينة فظاهر أنه يعني صار فد شيء بين المرأة وبين هذا الولد اللي يشتغل عندهم تمام وهذا الشيء طبعا مؤكد لأنه هو عرف بعدين القصة الشان هي أولي عليها يعني حرام والله حرام يعني اللي من دا أسمع القصة مرتب عن جد يعني كل شيء انقهرت يعني وين مرة تلقي هيتش رجال ياريت يعني وحدة اللي تحصل لها هيتش رجال يكتب كل شيء باسمها وبعدين هي تتمرد عليه المهم يقول شاءت الظروف وراحت أيام وإجت أيام والمرأة قامت يعني معدها ميلان إلي كشخص كزوجها أنه أفكارها كلها برا وأغلب الوقت أنه تكون ممت واجدة طالعة ويصدف أنه هذا يعني بأوقات العمل أنه يكون يعني يكون معطل أو أنه يكون خلصان الدوام مالته بهالأثناء هي مرتها ما تكون موجودة بالبيت المهم نشات ببيناتهم علاقة وبعدين عرف الزوج وصارت مشاكل ببيناتهم منفصلة عن زوجها طبعا الرجال ما يقبلها على نفسه أنه زوج تدخونة وهي حبت أن ترتبط بهذا الولد المصري المهمة إحنا مو قصدنا أنه كونه مصري يعني ها هي لا هي بكل مكان أكل زين وأكل مزين على كل إن حبت هذا الشخص وانفصلت عن زوجها اللي يسجل كل شي باسمها ركزوا على هاي النقطة فهذا جبروت النساء وأيضا قهر الرجال للأسف للأسف بعد فترة كلش بسيطة الزوجت هاي المرأة من من؟ من هذا الولد اللي يشتغل عندهم طبعا هو الرجال بعد غل إنه مصدوم يعني مصدوم ومتألم من الشي اللي يشوفه من الإنسان اللي ثق بيها وخلى حاله وماله وكل ما يملك تحت أمرها من شدة حبة إلها المهم الفصلت عن منه؟ عن زوجها وراحت الزوجت بشخص آخر فقير ما يملك أي شي طمعان بفلوس زوجها اللي كان يحبها وفعلا تزوجه وبعد مرور فترة سجلت كل شي تملكه هي باسم منه؟ باسم الشخص اللي زوجته الولد المصري ما عرف الله بالضبط يعني ما بتأكد إنه سجلت كل شي أو سوت له وكالة بس على الأغلب سوت له وكالة إنه يدير كل يعني أموراتها حتى تبرهلنا إنه هي تحبه ومن بعد مرور فترة كل شي بسيطة إش سوى هذا الرجال؟ قال خلص أنا حصلت كل اللي أريده من هاي المرأة أي نعم أنا مرأ وأعترف وأقول مو كل النساء هما زينين ولا كل الرجال هما زينين وأيضاً مذكورة بالقرآن النساء ناقصات عقل ودين فمن شدة حبها لهذا الشخص راحت سجلت وكالة إليه وهو أخذ المبتغة مالته؟ لأن هو شي يريد منعدها غير أملاكها؟ هي ضحت بزوجها اللي يحبها كل شي بعد ما يريد منعدها يقول لك هاي مثل ما ضحت بيها مثل ما ضحت بزوجها باتشرحها الضحي بيها أنا أيضاً فقرر يتغذى بيها قبل ما هي تتعشى بيه طبعاً أكيد أنا ما أعتقد إنه هي كانت رايحة إنه يتلانية سوء بس الظهر هو من البداية كان مخطط على إنه يوصل الهدف معين اللي هي الفلوس وكل ما يملكون هذول العائلة اللي كانوا عايشين بسلام ومحبة قرر أن يدخل ببيناتهم الشيطان ودخل فعلاً ولعب بعقلها يعني قد يكون أشياء ما يعرف زوجها يسويها إلها من كلام حلو منطلعة يعني أو قد يكون أصغر من عنده تعرفون هواية أمور النساء مختلفات بالشكل والرجال أيضاً مختلفين بالشكل بس يبقى كل واحد إلى أسلوبه وشطارته فهذا الولد كان هو شاطر بالكلام يجوز زوجها ما كان يعبر عن حبه إلها بس ترجم لها هذا الشي بتسجيل كل أمواله تحت أمرها فظاهر هي مكتفت بالحب مع الرجال وما حبت أن يكون عندها عائلة يعني أنا ما عرف مرة ش تريد خير الله قدها في الله وعندها بيت وسيارة وشغل وشغل كله تحت أمرها وباسمها ما عجبها هذا الشي قررت تاخذ رجل أجنبي عنها يعني همو من دير مالتها ومن غير بلد وقررت تنطيل كل ما تملك على ورقة بيضة وبالتالي غدر بيها وبعد مرور فترة زوجها سمع أنه هي خسرت كل اللي عندها لأنه هي مطي وكالة لهذا الشخص زوجها يعني الجديد المصري فأخذ كل ما تملك وبالأخير طلقها نفصل عنها لأنه خلص بعد شيرد من عندها فالرجال يقول الحمد لله والشكر رب العالمين يمهل ولا يهمل أي نعم رب العالمين يمهل الإنسان ولي همله الحق دائما مثل ما يقول يرجع الأهلة حتى لو بعد حين حتى لو بعد حين أي نعم حتى لو بعد حين فالرب العالمين مثلما يقول جبر بخاطر هذا الرجال وهو يقول عني بعدني لحد أستأحبها بس ما دام هي هالشكل سويت بيها بعد نهاي ما يفتق بيها ورب العالمين جازاها جازاها برجل أخذ من عدها كل ما تملك أخذ الحوب وأخذ الطمأنينة وأخذ الفلوس رب شافت اللي شوفت تأيريه هو دي يقول هي مرت بالظرف اللي أنا مريت به هي خلتني موقف صعب ولكن رب العالمين أيضا رد حقي وخلاها الضوغ اللي أنا ضكتها وأيضا هي مرت بنفس الشي لكون أنا خلصت إلها بكل حب وانطيتها كل ما أملك وهيها مخلصت للشخص اللي تحبه وانطتها كل ما تملك وبالأخير مثل ما هي غدرتني هذا الشخص المصري اللي صار زوجها أيضا غدر بيها وأخذ منها كل ما تملك فهي الحين تحس بالشعور اللي أنا حسيت بيه وقت ما هي تركتني وعافتني والحمد الله والشكر رب العالمين موجود والخير موجود وأني صحية وقعتني بس رب العالمين رح مبحاني وراح أنهض من جدة وجديد وأشتغل وأكون حياة ورب العالمين أكيد رح يرزقني بمرة ثانية أفضل من عندها بس صارت لي عبره من الحياة أنه ما أثق بأي مرة وحقك يا أخوية عن جد حقك يعني مع الأسف مرة ما أخذتها رجال يحبها ومدللها وتعوفها وتروح على شخص آخر يعني لو ناقص هالشي ممكن بس ليش هالشكل سوت الله يجازيها خير وإهنا خلصت المرقة معلتنا وجهزت الطبخة وصبينا لأنها أنا كنت كلش مجغولة فما قدرت يعني أشوفكم إشان سويت الدولمة أيضا والفيديو حتى ما أريد يكون مطول فهاي الصفرة معلتنا وضيف الله وهلا ومرحبا بكل اللي جانا وحبيبات قلبي خلاص الغداء معلنا وراح نبلش بشنو نبلش بالعشاء معلتنا أنا هنا قررت أن أسوي شنو سمك مقلي أو سمك مقلي أي معرف وتمان أحمر أكيد أنا معرف أحب الوية السميش أكثر شي تمان أبيض وبصل وسماء بس بناء على طلب جمهور راد وتمان أحمر فطبخط شوية تمان أحمر وقلينا وقلينا السميش مالتنا وصار مقرمش والله أطيب من المطعم يعني أكو مطعم أنا رحض له بالقونة الأخيرة كان يقدم بحريات وأسماك ببغداد إن شاء الله المرة القادمة من أروح رح أصور لكم بس يعني أنا مسويته بطريقة أضبط من عنده أطيب بهوعي وخطاري كان من البصرة وهم أهل السميش وقالولي إش قد إحنا ما كمين سميش وأحنا أهل البصرة بس مثل الطريقة اللي أنت يمسويه بيها السميش إحنا ما ما كمين وقالولي يسئلوني شنو هذا نوع السميش كنت لهم هذا سميش كهرب بس يعني أنا ما خدته قبل كيلوين وربع هالشكل حتى ما يكون سمك ثقيل بالقلية يعني ما يطلع مقرمش أنا أحب السمك يكون هالشكل مقرمش ومو ديين كلش حتى واحد يستمتع به بالأكل وما يكون ثقيل على المعدة وكلش طيب ويا ريتكم لو شدتوا ويايا والبهارات مالتا كانت أيضا كلش روعة وطيبة سهمكم العافية ومكانكم خالي حبيباتي وهنا نجهز الشنو السلطة وأيضا الخضرة والبصل الأخضر طبعا لا غنى أنه بالمائدة بالشتويات كلش طيب أنا أشوفها بأي وقت أنا أحب أكل البصل للأخضر لأنه عن جد البصل والخضر أيضا والفلفل الأخضر والليمون والبرتقال كلها بها فيتامين سي وأيضا يقوي المناعة وكلش ضروري بالنسبة للشتويات وأيضا ضروري بالنسبة لها الوقت العصيب اللي دنبردي يعني ينطيكم مناعة للجسم ويقيكم من الأمراض ومن كل الفيروسات إن شاء الله يا ربي وجهزنا هنا وباقي شنو أنطي لمسات أخيرة أطماطع هالشكل أخليها أحب أزين الأكل الماء إذا صير ملونة تحسين بطاقة إيجابية وأنه تشجين تاكنين فعلا الأكل الحمد لله أترككم برعاية الرحمن وحفظه وإن شاء الله سهمكم العافية وإن شاء الله ما طولت عليكم وألتقيكم إن شاء الله أكيد فيديو جديد حبيباتي أحبكم باي باي اشتركوا في القناة